اشتركوا في القناة أبداً لن يبيع الحرية ولن يدخل الأقفاص ولو أعطوا الدنيا كلها فكرامة الإنسان في حريته مخطئ من ظن أن الشعوب التي خرجت تهتف للحرية كأعظم قيمة جاء بها الدين فيعلان التوحيد لا إله إلا الله هو إعلان لحرية الإنسان في أن يعبد غير الله فهو عبد لله وحده وقد تحرر من عبودية لأهوائه لشهواته للزواوته تحرر من عبودية للبشر للحجر مخطئ مخطئ أولئك الذين أنفقوا الملايير من أموال الأمة لكي يحاولوا رد الأمة إلى الجحور وإلى الأقفاص مخطئ بل إن تلك الحركة الطيبة المباركة هي التي فضحت هؤلاء الذين أرادوا لهذه الأمة على غير الأمم كلها أن تظل حبيسة الجدران أن تظل تكتموا أنفاسها في الداخل لا تعبر بحرية لا تقول للظالم هي ظالم روضوها على الاستسلام روضوها على الاستسلام لكن يأبى الله تعالى إلا أن يجري سنته ولن تجد لسنة الله تحويله ها هي الشعوب أيضا تخرج في كل مكان نعم يمكن أن تكون هناك بعض الأوقات التي يهمد فيها الحراك نظرا لشدة البطش لكن الفكرة باقية والناس تنسموا نسيم الحرية لن تنطلع عليهم أبدا فكرة ما يسمى عياذا بالله تمشى عند الحيط وحط راسك الأمة هي الوحيدة التي يقال لها هكذا وهي الأمة التي أنزل الله عليها القرآن لكي تكون شاهدة على الأمم كلها ففي كل مرة يتحرك الناس في لبنان تحرك الناس على قلة الدين ومع ذلك في أيام إذا بتلك الحكومات التي بنيت على عيني فرنسا شتو النظام تعالى لبنان كده مش دول نظام غريب سيظل متفرقا إلى يوم القيامة الرئيس يكون مناش مسيحي ماروني شلدستو كده ورئيس الحكم مشكل يكون السني والرئيس ديالبرنا مشكل شيعي يعني كي عمرو شتنتو بشي دولة وهكلا دهرة طائفية بذ طريقة بني يعني مسألة الطائفية المقيتة لقد ملَّ الشعب وخرجوا ثم كان أول قرار واسموه القرار واسموه القرار واسموه واسموه القرار اللي واسموه واسموه القرار اللي وان شاعدته باركدة القرار حين ما اجتموه اسموه اسموه هه هوا زين هم أن ينقص من أجور الوزراء والبرلمانيين خمسين في المياه يعني على كل حاجة أربع أيام نقصه خمسين في المياه وحنا الشعوب وش حالوي يجري ورهم زيدي له في كل شي حنا عندنا البرلمان يوقع غير راسه يزيد الراسه الشعب من يده ورهم إن شاء الله تبارك و تعال مع قضية البوطة والسكر بإلا سيتم مرفع كل الدعم عنه وش حال تقدر البوطة منه هكي 12 درهم 120 درهم والسكر وش حال 20 درهم وهم يمهدون لذلك والثلث را قلعوه الثلث دي المال في صندوق التغطية التغطية قال له من نواك قدر رفعوه لكن علينا أن نحينا لائحة المستفيدين من الدعم دوك صحاب الراميد من جديد اللي غد يعطوهم الشراء أما من نواكي يعني شو والأخر يا ما اسموه يا ما اسموه صارت الميزانية جديدة تعرفوا اسمونا تم إعفاء أصحاب الشركات والأموال مش حال ثلتالاف مليار يعني الضرعي بش كلها يؤديها حنا يعني الضرعي قال له هذه جريمة قلتوا على المقال قال له هذه جريمة في حق الشعب قال له بقوعات يتوددون إليهم وقال له ما قد تكون لها متابعة لكم لوانوه فقط الله أكبر اقرأوا هذا الذي يعني يتحدث عنه في الميزانية الجديدة ها ربي يا ربي يا ربي ها ذوي ثلتيام ربع أيام ناظه غير قصوه غير قصوه مناشطين قال له من قصوه النص الوزارة بعد غيباش يبينوه حسن النية النص الوزارة والنص وكاي اللي يستقل يقدم استقالته وقال لهم احنا ما قابلين نشهدش يعني لم يقبلوا لم يقبلوا ولذلك الفكر التي أريد أن أوصلها أولا أن الشعوب التي تذوقت في لحظة ما نسيم الحرية وعاش الحرية وليس يتكلم زياد هذا لن يعود إلى القفص أبدا هي مسألة وقت المسألة الثانية أن هؤلاء الذين استجابوا لشعوبهم ولو استجابة جزئية هذا دليل على النضج كيفش أنت الفكرة أن أنظمك الفكرة تحمل أن من استجب للشعب ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن الاستجابة للشعوب هي دليل على انتمائك لهذا الشعب أرأوا الله الشعوب يلي يخدمها لا تضحمها إلى أبعد إلى أبعد الحدود لن يلاحبوا الناس رئيسهم وحبوا الإنسان المسؤول تاحهم خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وتصلون وراءهم ويصلون وراءكم كيف تخير الأمر عن صدر بيقولوا مثلا تحبونهم زياد ويحبونكم تصلون عليهم ومعنى ما تصلون عليهم تدعوهم وما يدعو لكم صلي عليهم خذ من أموالهم صدقة تطعيرهم صلي عليهم يدعي لهم زعامة والصلاة وراءهم يعني كتصلهم وراءهم كيكون إمام صليهم وراءهم ويصلون وراءهم هكذا ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله تعالى لهذه الأمة أن يبرم لها أمر رشد يعز فيها الدين وأهل الدين وصل الله على حبيبنا